مواقف وعبر بحياة أغلى البشر ومن حياة النابي تزدان أبهى الصواه حنين قلبي سرى والشوق حينا جرى على قلوب الغرى تهدي عظيم الأثر الروح تهف إليه والخير قد جاء فيه صلاة ربي عليه مضمونها والخبر مضمونها والخبر مواقف وعبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ورسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى في مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة إن موقف لله دي بيوضح لنا أدئيهم للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه والأمة من بعدهم كيف يكون نعمة الرضا بالقضاء والقدر وإن الإنسان يحسن ظن بالله سبحانه وتعالى المولى عز وجل يقوله في الحديث الكدسي أنا عنده ظن عبدي بيه فليظن بيه ما شاء في رواية إن ظن بيه خيرا فله وإن ظن بيه شرا فله يبقى وإنت كده مثلا بتقول يا رب اغفر لي بتقول يا رب اغفر لي وأنا يا رب عندي حصن ظن إنك هتغفر لي يبقى يغفر لك يا رب اغفر لي وأنا عارف إنك مش هتغفر لي يبقى مش يغفر لك يبقى لازم تحسن ظن بالله سبحانه وتعالى وليذ ورد في الحديث اللي ذرواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته بأربعة أيام قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في يوم الأيام كانت أم سلمة كانت طبعا زوجها اللي هو أبو سلمة اللي اتنين طبعا من الصحابة يعني هو صحابي وهي صحابية ما شاء الله ويعني طبعا كان أم سلمة كان بتحب أبو سلمة حب لا تتصوروا وهو كذلك كان يبتلها هذا الحب زوجه زوجة اللي اتنين عايشين في طاعة ربنا واللتنين واخدين بيقدين بعض إلى مرضات الله وإلى جنته سبحانه وتعالى فالتنين كانوا بيحبوا بعض جدا فمرض أبو سلمة فدخل النبي صلى الله عليه ودعا له واطمأن عليه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إنه ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول ما أمره الله عز وجل به الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا جره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها فأم سلمة بعد فترة مات أبو سلمة فحزنت عليه حزن شديد جدا وقالت يعني الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي فما حبتش تقول وأخلف لي خيرا منها لإني قالت إيه ومن خير من أبي سلمة وفي حد أحسن من أبو سلمة لا يمكن أقولها وعني قالت إيه بس النبي أمرني إن أنا أقولها خلاص هقولها اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها فتقدم لها من يا جماعة تخيلوا حضراتكم تقدم لها أبو بكر الصديق أفضل رجل في الكون ده كله بعد الأنبياء والمرسلين فرفضته وقالت ليس هناك عندي خير من أبو سلمة وبعدين تقدم لها عمر بن الخطاب فاروق الأمة وأفضل واحد بعد أبي بكر وبعد الأنبياء والمرسلين عمر بن الخطاب الرجل الثاني في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر فرفضت فتقدم لها الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يبا اللهم أجرني في صفتي اللي هو في موت زوجها أبو سلمة وأخلف لي خيرا منها قالت فأخلف الله خيرا من أبي سلمة أخلف لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتزوج أرسل لها من يخبرها بأن الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجها فأخبرت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الأشياء قالت له إن امرأة كبيرة في السن يعني نبه هيتجوز فيه ايه انا كبيرا في السن وبعدين واني مصبية مصبية يعني ايه يعني عندي صبية كثير وصغار يعني هيبقى ارهاق شديد جدا واني غيرة اني امرأة غيرة انا عندي غيرة شديدة جدا لا اتحمل ان انا اتجوز رجل عنده نساء يعني لن اتحمل لاني عندي غيرة شديدة جدا عليه فاذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يرسل اليها الرسول الذي كان بينهما قال كلها ان كانت امرأة كبيرة فانا اكبر منها وان كانت مصبية فرزقها على الله فرزقهم على الله انا مشانا اللي برزقهم الله هو اللي بيرزقنا جميعا فرزقهم على الله وان كانت امرأة غيرة فاسأل الله عز وجل ان ينزع الغيرة من قلبها فنزع الله الغيرة من قلبها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعدت معه سعادة لا تخطر على قلب بشر أصبحت أم من أمهات المؤمنين وأصبحت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة يعني بقت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الجنة لأن زوجة المؤمن في الدنيا إن كانت هي مؤمنة وهو مؤمن فإذا دخل الجنة كانت زوجته في الجنة وكانت أفضل وأجمل من الحور العين سبعين مرة مع أن الحور العين لما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كان الوصف عجيب جدا الحوراء في الجنة لو أن بعض بانانها جزء من صبعها بدأ يعني ظهر من السماوات لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر عايز حضرتك تتخيل امرأة من الحور العين ما بقولش عينها ما بقولش شعرها ما بقولش وجهاها بقول يعني لو عسان بقول جزء من صبعها يعني عقل الصبع لأن عقل الصبع من الحور العين بدأت ظهرت من السماء لطمس ضوء اللي خارج من عقل صبعها طمس ضوء الشمس والقمر يا خبرة بيت ولو أن خصلة واحدة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب ولنصيفها على رأسها يعني الخمار اللي على رأس الحور العين خير من الدنيا وما فيها خير من كل كنوز الدنيا اللي الناس بتتقاتل عليها دي الحوراء الوحيدة ينظر الرجل في الجنة إلى مرآة خد زوجها من الحور العين مرآة خد زوجية أربعين سنة لا يملها ولا تمله يرى مخ سوقها من وراء سبعين حلة من الحسن والجمال إيه الجمال ده كله حاجة لا تخطر على قلب وشعر ومع ذلك المولى عز وجل حينما تموت المرأة المؤمنة الله عز وجل ينشئها إنشاء جديدا هي والرجل إنا أنشأناهن إنشاءا فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا العروب هي المرأة التي تتفنن في كلمات الحب لزوجها في الحلال أطرابا يعني في سن واحدة وديكت مشكلة كبيرة للنساء في الدنيا الواحدة يبقى عندها مثلا 20 سنة فلو سألتها عمرك قديه طبعا هي صغيرة وفرحانة بل عند 20 سنة بعد 20 سنة لو سألتها عمرك قديه طولك 19 ومشها في 18 لأن مش هايزة حد يعرف سنها في الجنة بقى سن النساء والرجال الكل يفضل تثابت واحد اللي هو سن 33 سنة على سن سيدنا عيسى بن مريم حينما رفع إلى السماء جب إذن شوف قديه النبع السلام لما دل أم السلام على الرضا بالقضاء والقدر فلما رضيت بالقضاء والقدر واحتسبت زوجها عند الله سبحانه وتعالى وقالت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها أخرف الله لها خيرا منه وتزوجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حال المؤمن إذا أصبت بمصيبة عاثاك الله وعاثاكم جميعا أو قالك أي بلاء فقل الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وشوف أدي ربنا هيكفئك وشوفي أدي ربنا هيكفئك لو مات إنسان حبيب من أحبابنا لو فقدنا مال لو فقدنا وظيفة لو فقدنا بيت لو فقدنا أي شيء نقول هذا الكلام وسيخلف الله لنا خيرا منها أسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا في الدنيا الآخرة وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى وصلى الله عن نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم حبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مواقف وعبر بحياة أغلى البشر ومن حياة النبي تزدان أبهى الصور مواقف وعبر بحياة أغلى البشر ومن حياة النبي تزدان أبهى الصور حنين قلبي سرى والشوق حين انجرى حنين قلبي سرى والشوق حين انجرى على قلوب الورى تهدي عظيم الأثر تهدي عظيم الأثر الروح تهف إليه والخير قد جاء فيه الروح تهف إليه والخير قد جاء فيه صلاة ربي عليه مضمونها والخبر مضمونها والخبر مواقف وعبر بحياة أغلى البشر ومن حياة النبي تزدان أبهى الصور مواقف وعبر تزدان أبهى الصور تزدان أبهى الصور تزدان أبهى الصور